اللي بعده طيب تعال نشوف الرؤية الدولية للقطاع المصرفي دا بانكر بيقولوا ايه؟ بيقولوا خد بلك بقى هيجيب لك من اول الكورونا على الرغم من ان جائحة كورونا دفعت البنوك في العديد من الدول الى اغلاق فروعها في جميع انحاء العالم دا كلام دا بانكر مش انا طيب الا ان البنوك المصرية نجحت في تعزيز وجودها كما انه من المتوقع ان تصمد نسب رأس المال التنظيم للبنوك المصرية لكونها مدعومة بايه؟ بتوليد رأس مالي داخلي قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية الرهنة دي بنوكك طيب تعال نشوف الصندوق بيقول ايه؟ الصندوق بيقول صندوق النقد يستمر القطاع المصرفي المصري في اظهار قدراته على الصمود امام التحديات انا بشوف الجملة دي بالزبط كده اروح عمل كده ها اظهار قدراته شد البايسبس عارف انت البوزيشن بتاع 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 تستعرض البايسبس بتاعك اللي هو العرض الشهير ده بتاع البلايش قدراته ايه كده انا داخل على خمسين الله اكبر ما شاء الله حاجة عظمة زي البنوك المصرية احنا جمدين اوي اوي ودرجة الموثوقية في البنوك المصرية رفيعة المستوى هم اللي بيقولوا ده صندوق النقد الدولي طيب تعالي بقى ونكمل ويقولك ايه؟ وتظهر مؤشرات السلامة المالية اعتبارا من يونيو عشرين اتنين وعشرين ده في عز الحرب الاوكرانية طيب قطاعا مصرفيا على السيولة اه عالي السيولة عالي السيولة لديه مستويات كافية من رأس المال وحصص منخفضة من القرود المتعثرة طيب خش على اكسفورد بيزنس جروب مجموعة اكسفورد للاعمال ساعدت سنوات من التنظيم المالي الدقيق في انشاء نظام مصرفي قوي في مصر حيث تميز بارتفاع معدلات كفاية رأس المال وانخفاض مستويات القرود المتعثرة متجنبا بعض من اسوأ العواقب الاقتصادية للازمات وعلى رأسها كورونا ده مين اكسفورد للاعمال خش على ستاندرد اد بورز بيقولوا ايه؟ بيقولوا اتمتع القطاع المصرفي في مصر بسيولة محلية قوية مع نسبة منخفضة للقرودة الى الودائع وتتمتع الودائع داخل النظام المصرفي المصري بمعدل نمو ومرتفع كما انه قرارات البنوك بتقديم شهادات اداء عالية العائد من المتوقع ان تزيد من الربحية الله معقول يعني انا عندي سيولة عالية ورأس مال كبير وقروض متعثرة شديدة الانخفاض والودائع بتاعتي اكتر يعني كلام الاخوان اي كلام؟ يعني اخدوا ورميه في سلة المهملات ده كلام الاجانب مش كلام مصر ده مش كلام البنك المركزي المصري ده مش كلام الحكومة المصرية ده مش كلام مجلس الوزراء ده كلام الاجانب هم اللي بيقولوا ان القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة وقوي بل وواعد ومستقبله ممتاز فلما حضرتك بتيجي تحط الاستثمار الامن احنا بتسمي الحاجات دي ولا تلاستثمار الامن اللي هو ايه؟ حط في الشهادة اامن اه خلاص انا عارف انا حطيت الميت جنيه دول يعني تجاب لي النسبة دي كل سنة اقسمها على 12 شهر انا عارفت عندي كل شهر قد ايه الاخوان خوفوك الاجانب هم اللي بيطمنوك اهو طيب تعال نشوف موديز قالوا ايه؟ قالوا يتسم هيكل التمويل لدى البنوك المصرية بالاستقرار الى جانب سيولة وقائية كبيرة وقائية اي تحول دون وقوع الازمات وان حدثت تستطيع التعامل معها بايه؟ سهولة وسلسة ويسر فضلا عن ربحية قوية ده برضو انا اجيب لك هنا خمس شهادات لخمس مؤسسات قبلهم واحد اثنين ثلاثة ثلاث شهادات لأكبر مؤسسات ملايا في العالم كلهم بيتكلموا عن القطاع المصرفي ايجابا على وضعه ايجابا على مستقبله ومستقبل واعد جدا اما بيتكلموا هنا بيقولك العوامل بمقدورها مع الموازنة المخاطر التي قد يواجهك قطاع المصرفي بسبب الازمات خش على بعده